أمر البشير بالقصر الجمهوري الشرطاء جحفر عبدالحكم ودكتور صادق الهادي المهدي مستشارين لرئيس الجمهورية وذلك بحضور رئيس القضاء مولانا جلال الدين محمد عثمان والفريغ الركن بكر حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية وعبر مستشارا رئيس الجمهورية عن تقديرهما لهذه الثقة من رئيس الجمهورية مؤكدين حرصهما على التعاون التام لإنجاز كل ما يوكل إليهما من مهام لمجابهة التحديات الماثلة أعبر عن استعدادي للتعاون مع إخوتي في السلطة الإقليمية لدارفور لتنفيذ اتفاقية الدوحة على أرض الواقع في كل ولايات دارفور الخمسة ونظل الله العلي والغدير أن تقوم حكومة القاعدة العريضة بمهامها كاملة للتصدي للتحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن والمتمثلة في التحديات الأمنية التحديات الاقتصادية الكبيرة كما أدى القسم أمام رئيس الجمهورية أحمد فضل عبد الله وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء مختار عبد الكريم آدم وزير الدولة بوزارة الصناعة محمد مصطفى الفكي وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف الصادق محمد علي حسب الرسول وزير الدولة بالمجلس الأعلى للاستثمار وعلي مجوكا المؤمن وزير الدولة بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي وأكد الوزراء سعيهم الجاد من أجل العمل على مصلحة البلاد والمواطنين ونحن نستشرف هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد والتي يعول فيها كثيرا على الاستثمار يأتي هذا الوضع الجديد اتساغا مع أهمية الاستثمار في المرحلة القادمة بأن يكون هناك جهاز تنفيذي يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية وتلقى كل الأجسام التي كانت تعمل في الاستثمار توحيدا للأجسام الإدارية التي تعمل في الاستثمار وتسهيل للمهام التي يتطلب أداءها من المستثمرين إجراءات في أكثر من جهة كذلك أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير كل من محمد الحافظ نصر عبدالله حاج محمد حامد وصلاح الدين محمد عثمان نوابا للمراجع العام وذلك بحضور رئيس الغضاء ووزير رئاسة الجمهورية ودعا رئيس الجمهورية نوابا المراجع العام إلى العمل بالروح الفريق الواحد إعمالا لللوايح والنظم الحسابية بالبلاد كذلك أدى القسم ترجمة نانسي قنقر